تحتفل منظمة الصحة العالمية في الأول من ديسمبر باليوم العالمي للإجزة حيث تنضم المنظمة مع شركائها في الاحتفال باليوم العالمي للإجزة 2022 تحت شعار المساواة ودعت منظمة الصحة العالمية قادتا ومواطن العالم إلى الاعتراف الجريء بأوجه عدم الإنصاف التي تعوق التقدم في القضاء على الإجزة ومعالجته المساواة من أجل القضاء على الوباء بهذا العنوان انطلق الاحتفال باليوم العالمي لمرض الإيدز الذي جاء تحت رعاية وزارة الصحة والسكان وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والذي تضمن التوعية بهذا المرض وجهود التعاون بين منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان لمعالجة المرض أن مرض الإيدز النهاردة لم يععد ذلك المرض المخيف وأن الحمد لله الدولة المصرية نجحت في توفير أماكن لتقديم الخدمة العلاجية نجحت في توفير العلاج الذي يتم تعاطيه في كل دول العالم المتقدمة والعلاج الحقيقي الذي نجح لجعل الانتشار المرض في بعض الحالات يكاد يكون صفري وفي إمكانية المصاب بأن يعيش حياة طبيعية حاليا نحتفل بإطلاق استراتيجية على مكافحة الأيدس وفي نفس الوقت التعايش مع المرضى الحاليين الاستراتيجية كيف نحد من الوفيات وكيف نحد من أعداد الجديدة للتعرض للفيروس الـ HIV مشاركة قوية للقطاعات والمؤسسات الطبية المختلفة في هذا الاحتفال للإعلان عن الحملة القومية لمكافحة المرض لعام 2022 وعرض إنجازات الدولة في القضاء على هذا الوباء من خلال الكدمات المقدمة في المستشفيات لاكتشاف ومعالجة المرض والتوعية بمخاطره خاصة في ظل التطوير الذي تشهده المنظومة الصحية في مصر بيتزامن كمان الاحتفال باليوم العالمي للإيدز سنادي اللي بنظامه مع برنامج الأمم المتحدة المشترك المعنى للإيدز ونظام الصحة العالمية مع أن الوزارة بتطلق حملة توعية مجتمعية تحت عنوان زي أي مرض الحملة دي بتستهدف السوشيال ميديا بتستهدف البلاد فورمز أو المنصات اللي بيرتدوها الشباب الحديثة اللي تسهل عليهم ياخدوا المعلومات بشكل سلس ونظمن أنها تبقى معلومات سليمة يمكن النهاردة الشعار العالمي والشعار في مصر المساواة من أجل القضاء على الإيدز اللي هو بيتفق مع هداف التنمية المستدامة لقضاء على الإيدز كمشكلة تهدى الصحة العامة 2030 قطاع الطب العلاج من خلال البرنامج الوطني للإيدز بيوفر دعم كامل لمرضى الإيدز في جمهورية مصر العربية سواء المصريين أو اللاجئين أو المقيمين من جنسيات أخرى الدعم ده بيتمثل في الاكتشاف للمرض الأبحاث والعلاج من الإيدز أو من أي أمراض تنية أو مضاعفات تنية تقديراته وإحصائياته العام الماضي تشير إلى أن هناك أكثر من 30 مليون شخص مصابون بهذا المرض من مختلف دول العالم لذا يحرص العالم في الأول من ديسمبر من كل عام للاحتفال باليوم العالمي لمرض الإيدز لدعم المصابين وتقليل الإصابة بهذا المرض عن طريق التوعية والعلاج محمود جميل التلفزيون المصري